نحن بالنعمة ربنا هنكمل سفر ونعمة نحن شفنا في الأصحاح الأولاني البداية والبدايات دايما مش حلوة لكن النهايات دايما حلوة الكتاب دايما كتب قصة الكتاب المقدس دايما كتب البداية مش قوي نهاية جميلة يعني أول صفحات في الكتاب المقدس تلاقي السقوط والضمار والطرد والضياع وآخر صفحة في سفر الرؤية تلاقي الملاكوت والفرح والمسيح في مجدو قصة كل شخص كده بيبتدي الأول بعيد عن ربنا ويفضل ربنا وراء لغاية ما يجيبه وتنتهي نهاية حلوة فدايما الإنجيل عشان كتب يسموه الخبر المفرح إن البداية مزعجة لأن الإنسان متعب إنما النهاية حلوة لأن ربنا حلو فاحنا شفنا أول إصحاح مأساة إن النبي بيقع وبيغلط غلطة كبيرة نازل عن دوره وأن البحر بيهيج والريح بتشد وما فيش فايدة وهو نايم وبيقولوله قوم أصحى صلي لإلهك مش رادي يصلي إيه الحكاية يعملوا قرعة يقول كل حاجة يخافوا يؤمنوا يتخضوا إنما يحاولوا ينقذوا ما يقدروش ينقذوا وفي الآخر يقولولهم سيقرموني في البحر أنا لازم أموت أنا استاهل أموت إنما ربنا الحنين أعد حوتا يبلع ينان عشان هو حكم على نفسه بالإعدام إن ربنا قال لا في استئناف خلي بالكوا ساعات يحصل معنا كده الواحد يبقى حاسس إنه يستاهل فعلا الهلاك ويستاهل فعلا أي عقاب ويفاجأ إن ربنا مش بيعقبه أو يفاجأ إن ربنا عمل استئناف يعني لا نبدي فرصة تاني فرصة غير متوقعة وفرصة عجيبة وحدثة غريبة نشوف أصحاعة من يقول لي فصلى ينان إلى الرب إله من جوف الحوت أصحاعة واحد أنا كنت مستنيه صلي بقى لي سبعتاشر آية مش رادي صلي إنما لما دخل جوف الحوت صلى يعني الرسالة ببساطة صلي بالزوء بدل ما تضطر تصلي جوه الحوت يعني مش لازم الواحد يصلي غزبا عنه خلينا نصلي من الأول كويس لأنه غالبا لو الصلاة دي حصلت قبل كده ما كانتش القصة مشيت كده الصلاة دايما هي اللي بتغير الأحداث برضو الكتاب واضح جدا في الرسالة دي إن دايما الصلاة تغير مجرى الأحداث عشان كده بعد إصحاح اتنينة تلاقوا الأحداث اختلفت تماما إنما إصحاح واحد عمالي يتدهور الوضع لأنه مبهوش صلى أول ما يونان صلى الدنيا تضبطت صلى يونان إلى الرب إله من جوف الحوت يعني لما الدنيا بتشد قوي ما بيبقاش فيه حاجة غير الصلاة وصعدت ربنا يطير الناس من حواليك ويغير كل الظروف ويحبسك غصبا عنك عشان تقول يا رب صعدت مصلي كده مرة كان واحد زمالنا في كلية زمان جات له زي حادثة كده ويعني قاعد فيها شهرين ثلاثة في السرير إنها بعد كده قال لنا أنا بصراحة اكتشفت إنها هدية من ربنا أنا عمري ما صلت في حياتي زي الشهرين دول وعمري ما حسيت بربنا والظهر ما كانس ربنا يلاقي طريقة تانية يخليني أركز غير كده فإحنا طبعا بنقول خلينا بالزوء لكن حتى لو حصل كده الواحد ما ينزعكس لأن الصالة هتعزيه وهتخلي الحوت سمى لتعبيرات بأبونا تدرس لتعبيرات القدسين يقول لك الصالة حولت جوف الحوت اللي زي الأبر إلى سمى زي ما ربنا يسوع دخل الأبر وحوله سمى تعرفين في الليلة تبغى لأمسيس فيه فلسفة جميلة قوي الليلة دي إحنا مع المسيح في أبره إنما تدخل الكنيسة متلاقيش أبر تلاقي سمى تنية لبسة أبيض ونور وهيسة وزيطة وكل شوية اللف في الكنيسة وحاجة مفرحة جدا طيب إزاي ده المسيح في الأبر أيوم هو المسيح دخل الأبر بس خلا سمى وقال يونان دعوت من ضيق الرب فاستجابني واحدة من أجمل فضائل يونان بالرغم من غلطته الكبيرة إنما الراجل ده مليان فضائل منها أنه اعترف قدامه سنيين بخطيته بالتفصيل لأنه متواضع وهنا بقى صلاته تدل على إيمان ورجاء عجيب من أول كلمة بيقول دعوته من ضيق الرب فاستجابني الواحد يقول استجابني لما الحوت يفتح بقه لما يطلع إنما هو من أول كلمة في الصلاة وهو جوه والدنيا ظلمة والريحة مش قوي غالبا إنما فاستجابني طب استجابك إزاي مفيش حاجة حصلت لا هو عنده ثق بدل أنا صليت أنا متأكد إنه سمع ده الإيمان بقى إيمان للأطفال بيقول استجابني مفيش حاجة ضيارة بس هو متأكد يفكرنا بإليه النبي إليه برضو من رموز الإيمان الكبار ألا خاب اجري روح بوتك بسرعة لحسن خلاص المطر هيغرق الدني لأنه هو اللي قفلها هو اللي قفل المحبس من ثلاث سنين من مص بكلمة فجي يفتح المحبس علق قال له يا رب افتح مفيش رد مفيش رد وهو قيل الراجل روح بسرعة هذا ما يصحش المطر هغرق الدنيا فجاب الولد قال له خليك كده على راس الجبل بص لازم فيه سحاب ولازم فيه مطر ما أنا اللي قفلت فسجد للأرض وقال له يا رب افتح قال له ولد فيه حاجة قال له لا ما فيش حاجة طب ايه الموضوع علق إنما هو مرجعش في كلامه لأنه كان متأكد إنه لازم ربنا يفتح حتى بعد مرة بعد اثنين بعد عشرة بعد ألف هو لازم يفتح فما كانش وراء غير كده يسجد ويصلي يا ولد ها فيه أخبار قل له فيش أخبار يرجع تاني ما تشككش وما تهزش وما قالش لا حسن ويمكن لا هو عنده ثقة إنه طلب الطلب خلاص النهاردة بكرة بعد مئة سنة زم يحب ربنا بس خلاص مش هيرجع في طلبه دعوته من ضيق الرب فاستجابني صرخت من جوف الهاوية فسامعت صوتي برضو إحساس حلو إن الواحد يبقى متأكد إن صوته مسموع عند ربنا كلمة جميلة يقولها المرنم داود يقول أحمدك يا رب لأنك استمعت كل كلمات فمي ليس كلمة في فمي إلا وأنت يا رب عرفتها يعني ما فيش كلمة وقعت لا دا ربنا مفتح ودانه قوي كل كلمة وصلة 100% عشان كده في سفر الجامعة يقول إيه لما تيجي تكلم ربنا لتكن كلمات قليلة يعني نصلي قليل لا يعني فكر في كل كلمة بتقولها لأن الرب عالي في السماء وأنت على الأرض فخلي بالك ربنا فتح ودانه ما تقولش أي حاجة ربنا مركز معاك استغل الفرصة خليك وعي لكل حاجة بتقوله صرخت من جوف الهاوية فسامعت صوت لأنك طرحتني في العمق في قلب البحار طبعا هو إحساس عجيب محدش فينا ممكن يجربه أو يكون داقه هل دا إحساس واحد جوه غواصة أنا برضو عمري مركزت غواصة بس متخيل كده يعني أنه سامع صوت بحر براه ماخدين بالكم وهم في جوف الحوت طبعا علميا ثبت أن الكلام دا ممكن ينفع لأنه مش في بطن الحوت كانت هضم لا دا فيه تجويف في رأس الحوت الحيتان الضخمة فيه تجويف جزء من جهاز التنفس مرتبط بالحل بتاعه فزي قوضة الكاراري يسموه فبيطلع الفضلات فوق والقوضة دي فيها هوا عشان كده يقدر يعيش فيها إنسان وقضين بالكم لأنه بيحتاجها يعني اللي يدرس منكم العلم الحيتان اكتشف أنها منطقية جدا لكن هو ما تبلعش جوه على البطن فوقعت في القوضة دي اللي فيها تهوية وتكييف لأنه ما سامع بقى صوت البحر وتحت وحواليه شوية سامك بيلعب غالبا فبيقوله أحاط بيا نهر أحاط بيا نهر يعني فيه شوية مية طبعا حواليه فما قدرش يقعد ولا ينام غالبا فقعد ثلاثة أيام على رجليه ما مش يعرف يقعد ولا ينام عشان هو مش حدي يصلي طب هتصلي بالعافية فنت واقف ثلاثة أيام جازت فوقي جميع طياراتك ولججك قال له انت عملت كل اللي عاوزه رب بقيت ايه بتسويني جازت فوقي جميع طياراتك ولججك موجة موجة واخدها كده ايه سامعها وحسسها وشايفها وكل حاجة فقلت قد طردت من أمام عينيك ده بقى الهاجس اللي يجي الواحد مع الإحساس بالزنب إنسان بحب ربنا وكان له عشرة طويلة وإذا كان هو الشخص اللي أقامه إليه في يوم من الأيام كطفل يعني فيه فيه علاقة قديمة قوي إنما مع العملة اللي عملها دي كان عنده إحساس بيقوله خلاص أنت ترفت أنت ما تنفعش تبقى نبش اللي زيك ما ينفعش يبقى بتاع ربنا تاني فقلته هنا قلت في نفسي هنا بقى الهواجس والشكوك الغلط اللي بيرد عليها خلي بالك دايما في الأزمات يحصل حوار داخلي بين صوت ضميرك وصوت الروح القدس ضميرك بيقولك أنت وحش ما تستهلش والروح القدس يقولك ربنا بيحبك ومستنيك ويفضل الحوار ده شغال قلت قد طردت من أمام عينيك ولكني هذا الصوت الثاني بقى ولكنني أعود أنظر إلى هيكل قدسك رجاء غريب استجابني سمعت صراخي أعود أنظر هيكل قدسك الهيكل في الوقت ده كان موجود هيكل سليمان كان قبلها ب200-300 سن فكان الأنبياء حياتهم في الهيكل زي الكهن فينا حيات المسبح والهيكل فتخيل بقى ما تحرم منها دي كان حاسس أنه اضطرت إنما بيرد على النفس يقول لا هقف الضم ربنا تاني لازم أدخل الهيكل تاني قد اكتنفتني مياه إلى النفس الحكاية بصوا المياه في دائرة كبيرة أو اسمها البحر وفي دائرة تانية اسمها النهر إنما هو اللي تعبه دائرة تالتة جوه حاسس فيه مياه دخلت جوه هي مياه صدهاش جسدية وحاسس مخنوق من إحساس الزنب وما فيش مانع شوية خوف شوية رعب شوية ألأ مش عارف عمره ما سمع حد دخل حوت وطلع القصة اللي فاتت كانت مخيفة بحر هايك واتطروا يرموه ونس اكتنفتني مياه إلى النفس أما الواحد يكون حاسس أنه من جواه بينهار أو بيسيح أو بيتكسر من جواه أحاط بيا غمر التف عشب البحر برأسي إحساس الزل بقى طبعا ما فيش مانع سمكة تتشاقر شوية وتسرح في شعره شوية عشب يلاقيه ملزق في جسمه وهو جوه الحوت بس الزل ده مطلوب في وقت التف عشب البحر برأسي نزلته إلى أسافل الجبال طبعا هو مش عارف بقى الغواصة واخده فين دلوقتي تحت أنهي جبل وفي أنهي بلد هو مش عارف معهوش أي استعلام فبيقول مش بعيدة كون تحت تحت الأرض بمسافة دلوقتي مغاليق الأرض علي إلى الأبد أو ده رجع الصوت التاني بتاع الضمير أنت أصلك اللي زيك ملوش غير الجحيم جهنم ربنا أفل عليك وأغلق عليك إلى الأبد ده الصوت التاني صوت المتعب صوت الضمير عشان كده على طول لازم فيه ثمة أقول لك ثم أصعدت من الوهد حياتي هاي دي الحتة اللي بتفصل لنا زي يونان مات وقام هو قال أنا تأفل علي باب إلى الأبد ده الحكم الحقيقي ده المفروض الواحد فينا يدخل الجحيم ما يطلعش بسبب خطيات لكن فيه لا يدخل من الوهد من الوهد حياتي هيكل قدسك برضو الهيكل فارق معه قوي لأنه أي رجل لله بيأخد قوته من المزبح من الهيكل فبيقول له نفسي أقف دلوقتي وصلي لك على المزبح بتاعك إنما وأنا بصلي في جوف الحوت اقبل تلبطي على مزبحك في أخر الدنيا أنا مش عارف أنا فين من الهيكل دلوقتي إنما جاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك الذين يراعون أباطيل كاذبة يتركون نعمتهم ده بيوعظ من الحوت ده بيقول رسالة لنا والكل الأجيال من بطن الحوت رسالة اتعلمها بعد درس صعب بس رسالة مهمة جدا أنت في نعمة اوعى تسيب النعمة اللي في إيدك طب إيه اللي يخليك تسيب النعمة أن تراعي أباطيل كاذبة يعني إيه يعني يدخل في حياتك حاجة جديدة باطلة كذابة تراعيها تديها عقلك وقلبك تترك نعمتك طب ليه طب الناساتر عليك ومديك نعمة ومديك هنو ليه تراعي أباطيل كاذبة فتترك نعمتك هو طبعا بيتحصر ده أنا كنت ابن عز ده أنا أنا كنت بكلم ربنا كده ده أنا النبي ده أنا اللي بالإيمان ممكن أغير شكل الدنيا أنا أوصل للزول ده ليه لأنه راعى إسما فاكرين الآلة بتقول إن راعيته إسما في قلبي لا يستجب لي الرب يرعى الإسم يعني يعني يهتم بحاجة غلط ينشغل بموضوع غلط هنا يونان إنشغل بحاجة غلط قد تكون كرمته فرفض يروح ننوي قد تكون تعصبه فراعى هذا التعصب اهتم بالفكرة البطالة دي إن الأمم ما يستهلوش رفض وسيط ربنا فترك نعمته فكأن ده عنوان السفر كله هي دي الرسالة الأولانية والأهم في السفر إن حتى الأنبياء اللي في النعمة وفي العز لو راعوا إثما وراعوا باطلا كاذبا هيتركوا نعمتهم فهو بيقولها لنفسه وبيقولها لنا وبيقولها لكل الناس الذين يراعون أباطيل كاذبا يتركون نعمتهم أما أنا فبصوت الحمد أزبحوا لك لا ده أنت زودتها بقى جوه بطن الحوت وهتتبح وبصوت الحمد يعني بدأ يسبح دخل في هسات دخل في تسبيح خلاص قلبت معاه بعد شوية كده تناهدات إلى تسبيح تسبيح معناها فرح ده سفر مفرح لكنه الفرح بدأ فين العجب العجاب إنه بدأ في جوف الحوت أول بشاير الفرح كانت في أصعب لحظات الإنسان ده فرح ما يدقوش قبل كده بصوت الحمد أزبحوا لك فرحان جدا فرحان إزاي تقل لي بيحسوا الشخص وهو في شدة التجربة لما يصلي صح وقوفي بما ندرته وقوفي مش تستنى لما تطلع وتشوف هتوفي ولا مش هتوفي قال لا لا أنا هطلع وهوفي الندر اللي علي للرب الخلاص يعني ما هي أصل ربنا اللي في إيده الحل الحوت مش هيفتح غير لما يقوله افتح يا سمسم ما لهاش حال تاني لازم يقوله افتح فللرب الخلاص فأنا عارف هو ربنا كان عاوزني أتوب قديني توبت يبقى لازم هطلع فاهم ربنا كويس يعني محدش يفتكر أن يونان إنسان شغير لا هو وقع وغلط لكن هو فهم ربنا واخد عليه مجربه كتير فعارف إن ربنا طيب فعارف إن الصلوة دي هتفرق وهتغير مجرى الأحداث فأمر الرب الحوت أول ما قال له للرب الخلاص قال له حاضر أمر الرب الحوت فقذف يونان إلى البر خلاص كثم هو ده المطلوب من الحوت شكرين روح خد حالة حسابك ومشي الحوت هو ده الغرض بتاعه علق سخنة صحيح بس هو كده خلص دوره أمر الرب الحوت كلمة عجيبة وجميلة أمر الرب البحر فهاج فأمر الرب الريح فهاجت وأمر الرب الملحين فنطقه وأمر رب الحوت ففتح بقه كل ده ليه عشان يونان يفوق وده اللي بيحصل في حياتنا كل يوم ربنا يؤمر كل الظروف وينطق كل الأحداث عشان تقولك حاجة بس الشاطر اللي يفوق ثم صار قول الرب إلى يونان ثانية قائلا طبعا الواحد فينا بساعات يفكر قول إيه ده أنا لو ما كان ربنا كنت جبته بقى إيه سويته يعني إيه مش إحنا شفت بقى يونان لما أنت مشيت ورى دماغك حصل إيه مش كان المفروض تمشي ورايا من إمتى نقول وإنت ما تسمعش الكلام ولا كلمة ولا عتاب ولا أي نوع من المؤخذة كأن ولا حاجة حصلت ربنا ده عجيب في صحيح ولا كأن في حاجة قال ليونان روح نينوى كأنه أمر جديد كأن اللي فد خلص أمر الرب يونان قائلا قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة ونادي لها المنادات التي أنا مكلمك به روح ونادي عليها الندى اللي أنا هقولك عليه فقام يونان وذهب إلى نينوى بحسب قول الرب أما نينوى فكانت مدينة عظيمة لله مسيرة ثلاثة أيام بصوا خالي بالكم هو قاعد ثلاثة أيام في الحوت نينوى مدينة كبيرة نسبيا في زمانهم تتلف في ثلاثة أيام أظن اللي قاعد ثلاثة أيام في الحوت لو قال له لف ثلاثين سنة يلف بس بلاش حوت ثلاثة أيام في الحوت يعلموا الواحد الأدب ده هي المأمرية ثلاثة أيام مصادها كان ثلاثة أيام أبونا تدرس لما كان يقول الواحد مفروض يصلي قد ما بيخدم طب انت صليت ثلاثة أيام بالعافية هتخدم ثلاثة أيام فقال له يلا معاك مأمرية ثلاثة أيام تلف في البلد تخلص فقام يونان وذهب إلى نينوى بحسب قول الرب أما نينوى فكانت مدينة عظيمة لله مسيرة ثلاثة أيام فابتدأ يونان يدخل المدينة مسيرة يوم واحد ايه بقى الكرواتة دي بقى الكرواتة من قولتها بدأ احنا لسه طلعين من الحوت يعني اختشي يقوم في أسد بعد كده يعني ده ملحقناش إنما الواحد فينا صحيح يوعد ويلتزم وبتاعه أول ما تبقى الدنيا شدة شوي أول ما تفق يفاصل ويقاوح ويراجع الموقف فلفها في يوم ونادى وقال بعد أربعين يوم متنقل بني نون يا طرح هي دي الرسالة اللي قالها له ربنا وقال له نادي المناداء التي أنا مكلمك به مش عارفين الوحي ما قالش بالزبط هي دول الكلام اللي قاله ربنا اليونان يقوله ولا ما قالش كده أصل الواحد متعود من ربنا يقول إيه توبوا لاحسن مش دي طريقة ربنا دايما توبوا يا ناس شركوا زاد ده ممكن يحصل ويحصل كفاياكم إنما هو جاب آخر حتة بس في الناس اللي هي إيه هتخرب بعد أربعين يوم هتخرب طيب وهو ده كلام يخلي الناس تتوب إيه يعني الكلام اللي انت قلته فتلاحظوا إنه ما نعرفش هو كالجزء كبير من الرسالة وقال آخرها وقال لقد تكون هي دي الرسالة إنما هي رسالة قصيرة جدا ورسالة بصراحة غير مشجعة بعد أربعين يوم تنقلب المدينة بس خمس كلمات إنما الرسالة الصغيرة دي المختصرة جدا اللي ما فيهاش أي رجاء ولا أي وعد بالغفرار ولا أي احتمال تغيير في المصير كانت كافية إن الشعب ده كله تغير عشان كده ربنا يا سواء اللي هم شوفوا دلتابه بمنادات يونان شوفوا إحنا فوق سمعنا وعظات في التوبة قد إيه بش على رسنا إنما دول سمعوا خمس كلمات وكلام بصراحة ما يديش أمل لا بيقول لهم يتوبوا إزاي ولا بيقول لهم احتمال لو تابوا ربنا يخفر ويسامح ما قالش أهم كلمتين هو كل اللي قاله قرار الإعدام بس ما حدش عارف فيها استقنام فيها طعن فيها ما فيش فهمين حاجة هم بعد أربعين يوم تنقلب المدينة فآمن أهل نينوى بالله لا بد أن يسبق التوبة إيمان ما فيش حد بيتوب بدون إيمان لو تفتكر إن في حد بيتوب توبة مسيحية ما يكونش عنده إيمان ما هو الإيمان هو اللي بيحرك التوب لو أنت مش مصدق إن فيه دينونة هتوب ليه لو أنت مش مصدق إن المسيح مات عشان هتوب ليه لو أنت مش مصدق إن الخطيئة تودي جهنم هتوب ليه فمصدق دي هي اللي هتحرك التوب الناس دول أمنه واحد مش عارف أمنه ليه مش عارف صراحة أمنه ليه بعض المفسرين بيقولوا مش بعيد يكونوا عرفوا حكاية يونان لأن ربنا يسوع قال تعبير بيشاور على دي بيقول كما كان يونان آية لأهل نينوة فكونوا كان آية يعني هو في ذاته قصته دي هي بهرتهم وخوفتهم وقالت الألو اللي يطلع من حوت صاحي لا ده جاي لنا من عند ربنا ده يبقى بتاع ربنا صاح زي ما كان يونان آية للملاحين كان يونان بالرغم من خطيئته آية لأهل نينوة بذاته كده بشخصه بقصته آمن أهل نينوة بالله ونادوا بصومن ولبسوا مسوحا من كبيرهم إلى صغيرين طبعا ده الناس ما حدش علمهم التوب يعملوا ايه يلبسوا الخيش يعودوا على الأرض يجوعوا ما يكلوش يتزللوا ويقولوا رب ارحم يعرفوش يقولوا عاجة تانية وبلغ الأمر ملك نينوة ما هو هذا الاله العجيب المجهول مين يعرف يرضيه على أد من يعرف هنرديه لا ترعى ولا تشرب ماء منع الرائي ومرع شرب الماء وليتغطى بمسوحا الناس والبهايم ويصرخوا إلى الله بشدة ويرجعوا كل واحد عن طريقه الرضية هنا النموس الطبيعي يسموه يعني ايه الإنسان البدائي يعرف يتوب يتوب يعني ايه يبطل الغلط ويقول يا رب سامحي يا دي التوب دي محدش أعلمها له فعمله كثير يرجعوا عن الغلط ويقولوا يا رب ارحم ويتزلله بكل أنواع التزلل اللي يجي في بله لعل الله لعل الله محدش من ديهم رجاء يعود ويندم ويرجع عن حمو وغضبه فلا نهلك طبعا فعلا نسل في التوب يعني احنا كلنا صغيرين جنب الناس دول النهاردة بنفاصل نقول لصوم لتساعة ثلاثة إنها كفاية اتناشر طب نخليها اتنين طب إنما الناس دي لأنها عرفت إن فيها هلاك صاموا لما ناس كانت منهم بتقع من الصوم إحنا طبعا ما بنعملش الحاجات الزيادة دي مش مطلوب نصوم البهايم ولا الردع لكن الناس دول في تطرفهم كانوا مثل أعلى في الإحساس بالخطورة هل أنت في توبتك حاسس بالخطورة دي مسألة حياة أو موت وياريتها حياة أو موت دي أبدية راحة أبدية جات الموضوع أخطر من الحياة والموت كمان فهم حسوا بالخطورة فخدوها جد قوي وما حدش علمهم حاجة ضمرهم اللي كان بيقولهم فلما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الرضية ندم الله على الشر طبعا كلمة ندم كلنا فهمينها كدارس كتاب مقدس أن دي الكلمة في القاموس البشري يعني أنت لما ترجع عن قرار خد تسمعه ندم فربنا بيستخدمها عشان يقرب المعنى إنما هالربنا ما كانش عارف أنه هيعمل كده طبعا كان عارف كان عارف أنه هيسمح بس مرضاش يقول كده عشان الناس تفوتها جد فبقى قدام الناس كأنه رجع في كلام لكن ده مش رجع في كلامه لأنه ما كانش عارف اللي هيحصل فرق كبير عشان كده فيك آية في حسقية لتقول هلا الله إنسانا فيندم يعني اوعى تفتكر أنه بيندم ندم الإنسان العادي ده مجرد تعبير عن تغيير القرار والقرار لما ربنا قاله من الأول كان عارف كويس هيعمل ايه بعد كده أو أبسطها لكم بمثل لأنها بتعمل مشكلة عند بعض الناس الكلمة دي ما يكون فيكو أب عاوز يشد على ابنه عشان غلط غلطة جمده يقول له طيب بص النهاردة بالذات مفيش فسح كن متفق مع مامته إنها تروح تقول له شفت بابا زعل ازاي ما انت برده كده غلطان تعال بقى نعتذر ونقول له بابا مش هنعمل كده تاني ونحاول معا مؤامرة بين الأب والأم شغل كبار يعني فإيه الولد يصدق ويروح لأبوه ويقول له سور يا بابا مش هعمل كده تاني وبتاع يقول له خلاص المرة دي بس أخر مر فالأب يباني انه رجع في كلامه هو من الأول ناوي بس هي كانت ايه سيناريو كده بس عشان الولد يترب فربنا كان ناوي سامحهم لأنه بسابق علمه شاف لكن ما كانش هيقول كل حاجة من الأب فغمى ذلك يونان غمى شديدا يا يونان كفاية بقنا بصحاحة أربعة متعدل بقى يعني الدنيا مش حلوة أول الناس تابت المفروض من يونان يبقى فرحان المأمورية نكحة تمام أكثر مما يتوقع إنما كشفت ما في قلبه كشفت لنا اللي حصل في إصحاح واحد هو ليه مرضاش روح حاجتين بيفصلوا دي الأولى أنه مش بيحب الناس دول فلأنه مش بيحبهم رايح مكرا ولأن ربنا سامحهم وكفئهم حاجة ضغيص بالنسبة له ضغيص الحتة الثانية بقى إيه غمى ذلك يونان غمى شديدا فاختاص وصلى إلى الرب وقال آه يا رب قول أنتوا بقى الحتة الثانية أليس هذا كلامي إذ كنتوا بعد في أرضي لذلك بادرت إلى الهرب إلى ترشيش لأني علمت أنك إله رؤوف ورحيم دي غيظابة بطيء الغضب وكثير الرحمة نادم على الشر في حتة كبرياء أو في حتة ذات أو في حدة أنا كلمتي ما تنزلش هروح أقول لهم بعد أربعين يوم تتقلي بالمدينة وأطلع بعد كده كلامي في الهواء يعدي إلى أربعين يوم ومحصلش حاجة وأنا كنت عارف أصل إنك هتعمل كده شوفوا عارف ليه عارف لأنه عارف ربنا أنه طيب شوفوا ربنا أطيب من الإنسان بكتير في التسامح وفي الرحمة ما فيش إنسان يجي جنب ربنا فقال له أصلاً أنا عارفك أنت طيب هيتحاقوا عليك وتصدقه وبعدين تسامحه اللي هيزلونا في يوم الأيام دون فبيقول آه يا رب أليس هذا كلامي إذا كنت بعد أنا كنت في المجتاح في أرضي وقلت في بالي ما هو ربنا ده طيب بدل بعيتني في مشوار يبقى لازم هيسمحه في الآخر مهي ما تجيش غير كده فهروح أقول كلام هيطلع في الآخر مش هيتعمل قال له عشان كده أنا هربت قال يعني شوف هو بيحل لنفسه اللي كان عامله يعني بعد ده كله لسه برضه طعاً لما صلى أعتذر وتاب إنما رجع يقول له بسرعة كان معاي حق قال لا علمت أنك إله رؤوف طبعاً ده الواحد درس يعني بالرغم أن احنا عمليين نشوف في يونان حاجات مش حلوة إنما كام واحد فينا عنده هذه الثقة في ربنا كام واحد يقدر يقولها كده بملء الثقة علمت أنك إله رؤوف ورحيم أنا متأكد إنك طيب رؤوف ورحيم بطيء الغضب كثير الرحمة ونادم على الشر ما تحبش تعاقب حد أنا عارفك ما تحبش حد يروح جهنم مهما عمل أنا فهمك عشان كده ما كنت تعاوز أروح لأني كنت تعاوزهم يروح جهنم الآن يا رب خد نفسي مني لأن موتي خير من حياتي يا رب خدني دي غلطة كمان تضاف لرصيده طب لو صدقك ربنا دلوقتي هتروح فين وانت في الوضع دلوقتي ده ده تاني مرة يحكم على نفسه بالموت أول إصحاح قال رموني في البحر كان يأس وهدي يأس تاني في ناس بالرغم من مستواها الروحي ممكن تقع في حرب اليأس يا رب خدني خلاص ملياش لازمة يقول لي بخليك يعني ده المفروض تبقى مخيص معهم وفرحان بيهم حد يطول يشوف شعب كده تعادل حاله وبطل خطيئه يا رب خدني لأن موتي خير من حياتي لو ربنا واحد زينا بقى كان بصراحة رفده تمام بقى قال لي انت بتجيش بالزوء يعني مش معقول بعد ده كله تقول الكلام إنما ربنا سأله سؤال بمنتهى الوداعة قال له يومان أعوز اسألك حق هو انت معاك حق في اللي بتقوله هل اختصت بالصواب هو انت شايف اللي انت بتقوله ده منطقي يعني وتلاقي يونان ما ردش عليه خالص حاجة يعني هنا تحسوا بقى ان ربنا اللي بينطص غضب يونان تصوروا مع ان يونان مالوش حق في اللي بيعمله خالص إنما ربنا في اتضاعه كأب يونان بيلخبط وربنا بيطيب خطر في بيقوله حبيبي بس فكر في اللي بتقوله معقول اللي انت بتقوله ده يكون معاك في حق تزعل ان أنا طيب سمحت الناس أنا نزلت كلامك في القرطة ما دي كلمتي انا مش كلمتك بعد اربعين يوم تتقلي بالمدينة كنت انا بالأولى اللي اقول ما يصحش كلمتي ترجع بقى انا مش زعلان ان كلمتي رجعت وانت زعلان ان كلمتك رجعت هل اختصت بالسواب ساعات الواحد يبقى محتاج السؤال ده انت متغز ليه ببنا بيقول للواحد فينا كده ما لك متغز على ايه انت اللي زيك المفروض يتحاسب ويتحاكم ايه اللي غايزك ده المفروض تبقى مبسوط وخرج يونان من المدينة وجلس شرقي المدينة وصنع لنفسي هناك مظل افش تاني مش عاوز يصال وجلس تحتها في الضل حتى يرى ماذا يحدث في المدينة الزهر كان عشمان يرجعوا تاني يغلطوا فربنا يقلب عليهم او عاوز يتفرج عتوبة لانها توبة عجيبة تصرفات عجيبة الناس اتغيرت فعلا حل 180 درجة رجعوا عن طرقهم الشغيرة فاعد الرب الاله نفس التعبير اللي تقال في الحوت اعد الرب الاله حوتا هنا المرة دي اعد الرب الاله يقتين يقتين دي بيقولوا حاجة زي اللي بلاب كده بس العجيب كانت عندها اردر انها تطلع في يوم لانه ما فيش وقت تطلع في سنة يكون اتحرق من الشمس فجاي اردر عجيبا اليقتين دي تطلع وتضلل عليه في نفس اليوم فارتفعت فوق يونان لتكون ضلا على رأسه لكي يخلصوا من غمه ده بالذات زي واحد عمالي طب طب على واحد كده وعمله كوباية لمون ويقولوا طب بس ما تفكرش طب هدي اعصابك طب انسى الموضوع خالص خلاص بلاش نتكلم في نينا ودب بعفرتوك بلاش بلاش السيرة دي ففارح يونان من اجل اليقتين فارحا عظيما يبان بردو نوازع الاطفال يفرح اوي ويزعل اوي ثم اعد الله هالقصة الشرطة تخلص اعد حوتا وبعدين اعد يقتينة دلوقتي اعد دود عمال ربنا هي صغر في الاول كان بيشتغل بالحوت وبعدين باليقتينة دلوقتي بالدود عند طلوع الفجر في الغد فضربت اليقتينة فيبست بردو دي اشارة انه ممكن دودة باوز الدني يعني خطيئة صغيرة عاوز يقول له انت فيه دودة ملاخبطاك حاجة صغيرة مستخبية جواك هي اللي معفرتاك مخلياك محروق فيبست وحدث عند طلوع الشمس شمس شدد بق ملقاش اليقتينة اللي بتضل العليه ان الله اعد ريحا شديدة طبعا ربنا احكى بالحكاية بق فمش بس شمس ريح خمسيني شديدة عشان تعرفه ايه يستعمل حر صحيح فضربت الشمس على رأس يونان فدبل فطلب لنفسه الموت وقال لموته خيره من حياته تاني هذا النبي العظيم المشاغب انما مثل جميل يدينا رجاء احنا بنعمل الحركات دي اكيدوا اكتر ان احنا ربنا يدينا كتير ونرجع نخيب تاني ونقول كلام ملوش لازمة وربنا يطول باله ويرجع يحايل وبعدين مع اقل مشكلة نرجع نقفش تاني ونركب دماغنا ونقول اصله وفصله وياريت نموته قال له فقال الله ليونان يونان مش رادي صلي كل ده مستني صلي ام ربنا قال له اكلمك انا بقى وانت مش رادي تصلي هل اختصت بالصواب من اجل اليقتينة طب يا سيدي انا مفوتلك من اجل نينوى هقول معاك حق تتنرفز دلوقتي معاك حق تتنرفز عشان موضوع اليقتينة فقال اختصت بالصواب حتى الممت فهم استني يقول له سوري انا معايش حق طبعا انا بس كنت مفرحان بيها اصلا هو ما تعبش فيها خالص فالمفروض ما يعني ما زعلش الزعل ده كله قال له لا طبعا متغازوا معاي حق وبرضو ربنا في هدوء العجيب يحتمل فقال الرب اخر كلمة بقى انت شفقت شفقت على اليقتينة التي لم تتعب فيها ولا ربيتها التي بنت ليلة كانت وبنت ليلة هلكت يعني ايه اللي انت زعلك لا تعبت فيها ولا ربتها ولا قضيت معا عشرة طويلة ولا حاك سعالين كل الزعل ده افلا اشفق انا هذه العلاقة بقى زي علاقة ينان باليقتينة في علاقة اعمق واعظم بين ربنا وكل البشر افلا اشفق انا على نينواء المدينة العظيمة التي يوجد فيها اكتر من اثناشر ربوة من الناس ربوة يعني عشر تلاف الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم وبهاهم كثير يعني ايه يعني قالوا انت حبيت اليقتينة جدا وفرحت بيها انا بحب الناس جدا وانت حبيت اليقتينة ما تعبتش فيها انا تعبت في الناس جدا انا معاشرهم يوم بيوم ساعة بساعة انا عيني عليهم من قبل ما يتولدوا عاوز بسفولة قوي تتصور ان هم يهلكوا شوف انت زعلت قديع اليقتينة مش عاوزني ازعل على الناس بتهلك ازاي ده انت ما عملتش حاجة وزعلت كل ده انا حبيت ادوقك ازاي الحزن على الهلاك عشان تعرف قديع ربنا بيحزن على الهلاك انسان عشان تفرح لخلاص كل انسان سفر مفرح جدا وينتهي نهاية عجيبة انه بالرغم انه اول اصحاح بيقول صعد شرهم امام الله هتاري ربنا بيقول في باله ايه لا يعرفون ماذا يفعلون يمينهم من شماله اللعبة برضو ما عرفوش حاجة طب لماذا ذكر البهايم الكثيرة الظاهر لان البهايم صامت فربنا برضو ايه يعني بص للبهايم يعني عشان كده يقول مدينة عظيمة فيها ناس وفيها بهايم طب يا رب ما انت يعني تحب الناس اكتر انما الله محب للطبيعة كلها من اجمل الاصفار اللي تحسوا فيها الطبيعة واضحة بحر حوت يقطينة دودة بهايم باخدين بالكم يعني عشان كده من اجمل القصص حتى للاطفال ربنا محب البشر جدا ومحب الطبيعة جدا لالهنا كل مجد وكرام الله